الله يحفظها أبو صالح نكرت لحبك الله يبارك فيك وبيض الله وجهك على زيارتكم ورحبا بك في محلك وبين إخوانك والدناية ما شاء الله أنت تبارك الرحمن مثلت المملكة خير تمثيل في أكثر من محفل وأكثر من مهرجان ودف البداية تكلمنا عن أبو صالح وتجاربه وتمثيلك للوطن هذا في أكثر من محفل الله يسعدكم جميع صراحة يعني الأولى المشاركات وأولى الأمور هذه يعني كانت عندنا على مهرجانات مستوى المنطقة وكذا ونبغينا نتكلم مثلا أقول لك منتجات الجوف أول ما يطلب بال المستمع والمشاهد صراحة الزيت والزيتون صح ولا لا صحيح بينما السمح صراحة أقدم وحلوة الجوف أقدم من الزيت والزيتون وهو معروف عندنا يعني بدومة الجندة للسمح وبالجوف عموما خلنا نأخذه في البداية طيب السمح نتعرف عليه أكثر ممكن بعض المشاهدين ما يعرفوش السمح نبات بري ما يوجد إلا بعض أماكن صحراوية من منطقة الجوف طبعا اللي هو أماكن اللي عندي يعني اللي سمحت فيها أنا عام آخر مرة طلع عام الاربعين الفاربعمية واربعين مكان قدام اللي قال لخشم الأضارع اللي قال لجيب هو المنابتة يعني بهذا المناطق هذه بسيطة وهذه السرحان هذه كلها منابتة السمح طبعا آخر مرة طلع عام الاربعين العام الماضي طلع عندنا السمح لكن سبحان الله مطر الصيف ضره هو يجلس يعني النبتة هذه إذا كان بالزهر اللي يقول له الكعبر يطول سنوات طويلة ما يضره شيء يعني الآن في ناس عندهم الكعبر ومن ضمنهم ناس من جماعتي وهلنا أكثر من خمس وسبعين سنة الكعبر ليش لأن سبحان الله الملح فيه رباني ما يضره أي شيء عدوة لدود الماء والرطوبة إذا جاه ماء ولا كذا فتحت الزهرة مع التحريك نزل اللي هو نقول له الصبيب يوم جاءنا المطر الصيف العام الماضي سبحان الله فتحت الزهرة هو بالبر ومع الهواء وكذا سبحان الله نزل الصبيب وبعدها قفلت الزهرة يوم جينا نجمع وخذينا عينات يعني نفحص هل مثلا هل مكان هذا هو جيد أن نسمح فيه هل فيه مثلا فايدة عملنا يعني تجارب كذا سبحان الله أي دراسة أقرب مالها دراسة جدوى على ما يقولون حانا بس إنها دراسة الجدوى بهلب الريض فيها برة في إيطاليا وروح طرعتنا وزميلي أمسي عليه بالخير متعب القاضب الهديب إلى إيطاليا وسجلنا المنتج بسفينة التذوق منظمة سلوفود إنه قيمة غذائية عالية مهدد من قرار طبعا بعد تحليله حنا ما نعرف قيمتها الغذائية حنا وجدنا أباءنا على أمنا قيمتها الغذائية حنا وجدنا أباءنا على أمنا نعمل هالسمح وهالبتيل وهالخبز أناكل مننا شيء مفيد على جدودنا أول نسمعه هاللون يوم حللنا الغني بالكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم يعني الآن البودرة هذه السمح طبعا هذا المنتج كشكل نهائي خذها في يدكي أبو صالح هذا المنتج مثل ما تشوفون هذا هو المنتج النهائي على قولتهم خلاص الآن جاهز لأي استخدام هذا بعد ما حللناه وجدنا الغني بالكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم البروتين فيه عالي جدا لو أقول لك الآن أنتم يا أخيانا والمشاهدين للمائة قرام من هذا فيه 21% بروتين يعني قيمة الغذائية عالية جدا ماشهلا أي نعم طيب استخداماتها استخداماتها من أول عندنا بالجوف ثلاث حاجات ما غيرها شيء اللي هو البتيل البتيل اللي هو التامر حلوة الجوف والسمح يخلط معها أي نعم يعجن طال عمرك ويمثل بصحن ويصب عليها السامن طال عمرك ويحط على جالها النار بصحن هاللون ها تعتبر فاكها تشتى صراحة حلو ولا بغي حطيتها على جالها النار على ما يقولون وبغي تتحلوى منها نو بيحرك السامن ونو بيحرك طرف المعون من هنا أكلها طبعا لذيذة مرة سوووا منها شيء ثاني المثقل المثقل ليش سموه المثقل من أول يثقلونه بالجريش والعدس الأحمر والحمص أي نعم والفقع واللحم طبعا الفقع واللحم توها من أول جوع ما يلقون يا رجال أي شيء صحيح لكن الحين اللهم لك الحمد من الأنعام ومن هالأمور هذه قمنا نتفنن اللهم لك الحمد والحاجة الثالثة اللي هي الخبز أنا لو دريت عندنا شابة النار والوجدة هالطيبة جبت مخبازتي وخبزت قدامكم بهذا مار إن شاء الله نيوعدكم بالجيات ووعد المشاهدين أنتم اللي والله إن شاء الله أنكم تسمون عليه والمشاهدين لهم حق النظر والدعاء لنا بالبركة عام الأربعين أمر أمير منطقة الجوف الله يا رب يطول عمره مشكور بقامة أول مهرجان للسمح واللهم لك الحمد بدت فكرة عادة طلعتنا للبر ثلاث شهور واخو يا أنا أنت كذا وانت واش تريد قلت أنا وريك واجع عند أمي الله يطول عمرها وخواتي ومصالح الله يا رب يسلمهم جميع وقلت أنا داخل تحدي قال أوبشر والله يعملون يمكن حول ثلاثة عشر واربعة عشر طبق من السمح وانتشر المقطع وجاءت القنوات وجاءت الأيو والله ومرعد أمير المنطقة بقامة المهرجان وبدت الناس تتفنن صراحة من الأمور هذا مهرجان خاص بالسمح طيب عام الأربعين خلنا نأخذ الصورة الآن على الشاشة أبو صالح هاي الصورة للسمح أي هذا الكعبر شوف اللي باليد الآن هو هذا المرحلة الكعبر وهو اللي خزن سنوات طويلة طبعا ما يضره إذا كان كذا ما يضره أبدا لا خشاشة أرض لا غيره اللهم أنك تحفظ عن الماء والرطوبة طيب اللي بعدها هذا قبل الطحن صح أو الله هذا قبل فيه قبل ثلاث مراحل قبل المرحلة هذه اللي هو جمعة طبعا إذا طاح المطار بشهر 11 خلنا بقول بالوسم نجمعها بشهر 7 ميلادي يعني مرة يمكن حالية 9 شهور 8 شهور من جمعة ودرسها درسها وشهور حنا جمعناها شجر الآن درسها الآن من أول ما عندهم سيارات ولا عندنا إلى الآن طريقتنا بجمعة وشغلنا بالسمح طريقة بداية ليش؟ لأن ما يوجد إلا عندنا بالجوف طبعا في بعض المناطق قالوا أن فيه يطلع عندنا اللي يطلع عندهم أنا شفته وشفوها أهلنا أهل الجوف حنا لا شفناه بالبر نقول هذا دعاع ما نستفيد منه سبحان الله نسميه دعاع حنا ما نستفيد منه نهائي بعد جمعة ودرسها من أول تخبر بالصيف ما في هبايب ما فيه هوا يذرونه يذرونه وش لون عشان تفصل الهوا يفصل حبات العيدان من حبات الكعبر اللي انتم شفتوا هذا الصبيب لا ما يسون دحين شغل مروحة عند المتاحل أيوة ما فيه من أول مراوح هب الهوا عاد من أول لا هب الهوا شجعون بعضهم تلقى اللي غافي واللي رايح مع بعيره واللي رايح معها عشان يشجعون بعضهم عندهم وهجيني ها يقول اسمح يا سماح من مقعد نراحة هب الهوا يا ذاري كيلن بلى مصاري يشجعون بعضهم كذا ويذرون سامحهم ذروا وخلصوا يجيك نفس المطلع التوب اللي يقول الكعبر هذا يخزن الآن كده ما شاء الله احتاجنا للسمح النقعة بالمال مدة عشر ساعات تفتح سبحان الله الزهرة بعدين عاملة معاملة غسيل الرز تنزل حبات الصبيب اللي بعدها ورناها بالله يا مخري الصورة اللي قابل شوي نعم اي نعم اللي الثانية اللي لونها أقرأ ما تكون بولي ايه وهذه هذا الصبيب اللي يطبع من الزهرة الآن بعده لازم اللي يبيع السمح لازم يضمن ثلاث حاجات للمستهلك اللي هو نظافته من الملح لأن الملح فيه رباني الحاجة الثانية نظافته تكرمونه ويكرموا المشاهد عن الرمل ليش لأن الزهرة الآن بالما نزل الرمل بعد التجفيف ينزل حبات الرمل ونغسلها من الملح بعد التجفيف تيجي نظافته من الرمل الآن لو أقول لك أجيب لك أنا أعاد والله غراضي راح للجوف لكن أقول لك نظف لي هذا من الرمل والله ما أعرف طريقتكم أنتم ياهل الجوف أفضل طريقة وأحسن طريقة اللي هو سبحان الله الشماغ أو الغترة أو القماش اللي يعملون فيها الجبن والبقل ها اللون يفتحونها لهم على معون ويحط كمية ويحرك بالليد هاللون وينظف من الرمل بعدها الحمس الحمس تكنيك معين إذا زادت حبات الحراك طلع السمح مر ما نستفيد منه وإذا نقص ما في طعم يعني طريقة متعبة مرة أنا ما بيخدم مش ماغة بعد الطحن لا ما عليك فده 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 بعدها يطحن ويجينا بالطريقة هذه يا سلام اللي هي النهائية هذه طريقة النهائية وأغلب أهل الجوف يشتغلونها طبعا لكن الاختلاف بالدرجة الحمس النظافة يعني هو الآن يباعبه صالح نعم يباعب يباعب الشكل هذا أو بالشكل طبعا بعضهم بالكيلو وبنص الكيلو وهاللون ها نعم طبعا حنا تونم خلصين من مهرجان العالم التمور ويشكر تشكر عليه وزارة البيئة أو المركز الوطني للتمور مكنوا لنا المشاركة ويشكر عليها الغرفة التجارية بالجوف اللي اسمحوا لنا وخمسة عشر مزارع من منطقة الجوف جوا يشاركون بهذا بالرياض ونقل ثقافة أهل الجوف سواء للمناطق وزوار المهرجان من جميع دول العالم صراحة جاءنا للسفرة وجاءنا ناس من بره ونقلنا الثقافة ثقافة منطقتنا مثل باقي المناطق اللي نقلوا ثقافتها يا سلام عدنا عدنا ناخذك شوي شوي أبو صالح الله يربي نتعبك لكن هم يقولون على قولة الشاعر والتمر من تمر بيشة ودنا اليوم ناخذ فروقات بين تمر بيشة أيوه وبين تمر الجوف نعرف وعندنا هو المسؤول عن بيشة وهذا هو اللي بيعتنا لا يتهرب يقولوا ما عندي خبرة بالتابع لا لا عندها خبرة تسيف أنا عارف كل العلوم يا سلام يا سلام سلام سألتني السؤال مره ماليدي أيوه سألتني على السيرة جوف أما التمر طول السلامة حتى السيرة فيها تمر مدينة اشتهرت المناطق بأنواع من التمر يعني زي مثلا الجوف حلوة الجوف بيشة مثلا الصفري معا فيها أنواع ثانية حتى السكر ما شرقتوا في بيشة لكن تكلم على الصفري الشهرة أيوه الشهرة عندنا الصفري بلا شراعيك أبو عبدالله في العلوم اللي سمعتها وفي الشغل يا أخي والله أترى أنا علمتكم الجوفي جيتها أربع مرات أنا ودي أجيها والله الله يحييك يا هلو يا مرحبا يا أبو صافي الله يحييك يا أبو فيها طال عمرك قصر مارك وقصر مارك نعم فيها شيء عجيبة فيها أول مرانة هنا جعلون يسلمون فيها أحد البراني يا أخي أنا شفت البير ذاك ذاك ذا اللي واصل بالقلعة أحسن تهيوه أفهوق بالقلعة طال عمرك وحافرين بير لما قعلر شبحان الله لا 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 طبعا شيء أول مألنا بالإشتراك شيء ما تتصور أنت وروحنا لدومة الجندل يا مرحب يا ربيك ما شاء الله يعني حقيقة الجوف من الأماكن من أجمل الأماكن اللي زورت الله يحييك المكشوش داك والله اللي يسويه شو اسمه شو اسم القدر هو خبز الصاج أيوة نعم نحط فوقه البيض يطعم السلام خلاق نسعر كيع نسعر بيع فيه شيء ربيع نقول فيه تمر في الرجل